كيف تعمل الدكور بتكلفة بسيطة جدا 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 وبمشت الشعر أول شيء ستجيبها هي المياه العادية ستضع كمية من المياه بعد ذلك ستجيب معجون الدهنات اللي هو البضرة أو السفيتو أو السطنيت تمام تمام أو اللين دوية ستبدأ تلونهم اللي بتلونها صغيرة أنا بلونها عموما عشان خاطر التبان في التصوير لكن انت مش لازم تلونها الصراحة يعني بعد ذلك ستبدأ تقليبها كويس وما تجعلها سقيلة أو يجعلها وسط بعد ذلك رول الدهنات يا معلم أي رول الدهنات ومشت الشعر هتخش تاخده من أي قضاء عندك في البيت بس ما تقولش لحد اللي أنا قلتلك بعد ذلك ستبدأ الرولة بعد ذلك ستبليها من الخلطة الجميلة اللي أنت عملها وبعد ذلك ستبدأ تدهن بها بطولة واحدة جنب واحدة واحدة جنب واحدة وبعد ما بتخلص الحتة ديت هتبدأ تعيد عليها تاني بحيث انك تسويها بالحبيبات اللي هي تطلع معاك تتساوي معاك كلها تبدأ كلها مية واحدة بعد ذلك يا بشر المشت بتاعك الحلو بقى استنضف انضف مشت عندك في الدولار ودواير نص دايرة كل عليك هي نص دايرة لا أكثر ولا أقل مضوع سهل خالصة نص دايرة حبيت تعمل دايرة كاملة هتبوض الشوق فخليك في النص دايرة حلوة ومعقولة وزي الفل بنفس الطريقة دي كلا بعد ذلك هتجيب لأي رولة بارز موجودة في كل حتة هتبدأ باللهالي بالمية او بالزيت او بالطنر او اي حاجة من دي وتبدأ تمشيها زي كده بالراحة بكل حنية هتبدأ تطبع معاك الرسمة اللي هي عليها وبتختار اي رسمة انا هنا واخد رسمة كده غريبة الشكل ممكن تقول عليها وردة 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 وكده بالشكل زي ما انت شايف طبعا بعد ما خلصنا كده هتنتظر 24 ساعة يعني يوم تمام تمام صنفرتك الحلوة وابدأ صنفر لي دواير يعني احنا شغالين نص دايرة صنفر دواير دواير افضل دواير وما تضغطش جامل بعد كده هتلي اللون الاسود اي لون مش لازم يسود على فكرة يعني ممكن تستعمل اي لون تاني غير الاسود ده يعني بس انا خليني اعملت الاسود بعد كده الدهب الحلو بتاعك اي 8 كيلو من عند اي حد دوت حبة ضغيرين خلص لان احنا وحد سفنجة المطبخ لانديكو في الحود وعالهوا كده خلص ما تضغطش جامل بس هي لمس ومشيها مع الدايرة زي ما انت شايفين الشكل النهائي للدكور طبعا فيه منه المادة اللي هي المعجونة اللي احنا عملناها دي بشوات مية وشوية بضرة فيه موجود منها جهزة اسمها روشن لكن انا بقول رهلك دي حاجة تكلفة بسيطة تقدر تعملها بنفسك وبرضو لمشت الشعر فيه بداله فرشة روشن للخطوط الدواير دي موجودة برده عشان ما حدش يقول مش موجودة واتحياتي لكل الدول العربية من الجزائر المغرب سوريا فلسطين اليمن السعودية مصر العراق الامارات البحرين كل الدول العربية واليمن واعذرونا لو اي حد نسيتوا من الدول العربية المحترمة اي حد ان نسيتوا تحية له وكا انا معكم اخوكم محمود الحلواني مصري مكيم بالرياض السعودية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته